مدته بشكل طبيعي طب إذا تم تأييد الحكم ولم تنفس مجلس دارة نال الزمالج هنا دخلنا في الشق الأخير سيتم حل مجلس دارة نال الزمالج وتعيين مدير تنفيذي ومدير نالي طب هو إذا كان ده ما تنفذش اللي بعده حيتنفذ حيبعتوله جواب برضه ومش حيرضى أو مش حيتحل حتعمله إيه ما أنا أقول لحضرتك دال الإجراء أيوة ما هو وزارة الرياضة ليلا كولا مرتضى ليس رئيس الزمالج لأحد فوق القانون وهذا موعد تعيين خليفته سبب التواصل المفاجئ بين مرتضى ماصر وحسين لبيب السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم الله بالخير عندنا سحب على ميت جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط تتفرج على 20 فيديو سابغين في قناة كورا شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات وبإذن الله كمان شهر سيكون السحب على ميت ايفون برو ماكس وزارة الرياضة ليلا كولا مرتضى مواصر ليس رئيس الزمالج لأحد فوق القانون وهذا موعد تعيين خليفته أكد الدكتور محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب ورياضة أنا مرتضى مواصر ليس رئيسا للزمالك في الوقت الحالي مشيرا إلى أن النادي سيعين قائم بعمل رئيس خلال الأيام المقبلة لأن لا أحد فوق القانون وقال الشاذري في تصريحات خاصة ليلا كورا اليوم الاثنين أرسلنا خطابا للزمالك يوم الجمعة الماضية لتنفيذ قرار عزل مرتضى مواصر وتعيين قائم بعمل رئيس النادي وننتظر الرد ونحن نسير في إجراءات تنفيذ الحكم وضعف مجلس إدرات الزمالك والذي يدير النادي حاليا في نظرنا ولا يجوز لمرتضى مواصر أن يصدر قرارات باسم النادي ويجب تعيين قائم بعمل رئيس حتى موعد أقرب جمعية عموية وفقا للأيحة وتابع الشاذلي مرتضى مواصر ليس رئيسا لزمالك في الوقت الحالي يمكن وصفه بأنه مستشار أو محامي لكن لا علاقة له بالنادي سبب التواصل المفاجئ بين مرتضى مواصر وأحسين لبيب تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء ثاني جلسات محاكمة مرتضى مواصر أو صدر حكما بعزله من رئاسة الزمالك في قضية جديدة بتهمة سبع قثف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي تحمل رقم 728 لسنة 2023 جنوح اقتصادية القاهرة وتقدم المحمي محمد وثمان ببلاغ للنقاب العام بتاريخ 19 من أغسطس 2022 بصفاته وكيلاً على الكابت محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي اتهم فيه مرتضى بارتكاب جراء مستبو والقذفة وخدش سمعة العائلات والطعن في العراض ونشر إخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعية في ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 من أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم النهائية واجب النفاذ بحبسه لمدة شهر مع الشغلة وهي القضية الشهيرة التي أيدت فيها محكمة النقد الحكمة ونفذ فيها مرتضى الحكمة وأحلت النيابة مرتضى منصر المحاكمة لمعاقبته بالمواد 171 323 306 308 من قانون العقوبات والماد رقم 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات شاهد ماذا قال أمير مرتضى منصور بعد عزل والده من رئاسة الزمالك وضايا حق الزمالك كشف مصدر داخل وزارة الشباب ورياضة حقيقة ما يتردد عن إرسال الوزارة أو مدرية الشباب ورياضة في الجهزة خطبا بألمي وصول إلى نادي الزمالك يفيد تجميد مجلس إدارة القلعة البيضاء لحين الإقرار بعزل مرتضى منصور والإعلان عن قائم بعمل رئيس النادي لحين إجراء انتخابات على منصب الرئيس والنائب تنفيذا للحكم القضائي باستبعاد مرتضى منصور وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن وزارة الشباب ورياضة أو المدرية لم يخرج منها أي خطاب إلى نادي الزمالك يفيد بتجميد المجلس خلال الساعات الماضية مشيرا إلى أن آخر خطاب صدر من المدرية إلى نادي الزمالك كان يوم السبت الماضي لمضاربتهم بتنفيذ الحكم الصدر من محكمة القضاء الإدارية باستبعاد مرتضى منصور فقر حسابه رسمي على موقع تواصل اجتماعي فيسبوك قائلا التالي يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم الخمس القادم بإذن الله وتابع وذلك في ساعة الثانية عشر ظهرا في صارة المرحوم المهندس محمد حسن حلمي واختتم يعقبه مباشرة اجتماعا طريقا لمجلس الإدارة الساعة الواحدة شاهد تصريحات مرتضى منصور بعد تصعد القضية للفيفا وإيقاف الأهل رسميا واجه نص خطاب مدرية الشباب والرياضة للزمالك كلاتي نختركم بشأن تنفيذ الحكم الصدر من محكمة القضاء الإدارية نحيط سيادتكم بأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها وفقا لنص المادة خمسين من قانون مجلس الدولة وأضافت مدرية الشباب والرياضة في خطابها للزمالك لذا يتعين على النادي تنفيذ الحكم الصدر بعدم حضور مرتضى منصور لأي جلسات لمجلس الإدارة وضرورة قيام مجلس الإدارة بتحديد القائم بعمل مجلس الإدارة لحين أقرب جمعية عمومية وطالبت مدير الشباب والرياضة من القائم بعمل المدير التنفيذي لنادي الزمالك بسرعة موافاتهم بالمطلوب ومن ناحية أخرى أرسل نادي الزمالك رد لوزارة الشباب ورياضة ومدرية الشباب ورياضة بأن المستشار مرتضى منصور ما زال رئيسا لنادي الزمالك هاني أبو ريد يؤكد سيتم إيقاف النادي الهلي خمسة سنوات على الأقل انتظر لجميع ما سيحدث بين محمود الخاطب رئيس مجلس إدارة النادي الهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه في اللقاء لهما بعد خروج الأخير من السجنة بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنية وشارك الثناء في مشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصية العامة والخبراء ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسة الحوار الوطنية وواجه الخطيب مرتضى منصور لأول مرة بعد الحكم على الأخير بالسجن لمدة شهر بتهمة الكسب والقذفي وسط مزعم بإجراء مصالح بين الطرفين خلال الحوار الوطنية ونقدم لكم الأهم الأخبار التي نقدمها لكم كتغطية الظهور الأول لمحمود الخطيب ومرتضى منصور معنا حيث وحددت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال موعدا يوم السبع عشر من مايو الجاري لاستئناف محاكمة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في التهمي بسبق وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني الأهلي المحامي محمد عثمان والإعلامي أحمد شبير شاهد تصريحات المستشار مرتضى منصور على رقص محمود كهربا بعد التتوجب كأس السوبر نفى مرتضى منصور ما ردده سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن عدم التقدم بشكوى إلى اتحاد دولة كرة القدم ضد الأهلية وأكد أن تمسك مسؤول القلعة البيضة بفضح الظلم على حد تعبيره وقال منصور فيبين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والآن عزاء المشاهدين أعتقدوا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات هل سيتم معزل مرتضى منصور رسمية من نادي الزمالك لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل للفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل وزر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأولا وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي لا تنسوا الصلاة على النهاية